تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره وتطبيقا لمنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة حماية للمجتمع فإن وزارة الداخلية تدعو إلى مراعاة الأمور الخروج من المنزل للتحرك للعمل أو شراء الأدوية أو الذهاب للمستشفيات أو لشراء الاحتياجات المعيشية الضرورية الأخذ في الاعتبار أثناء ممارسة الرياضة في الطرقات العامة أن تكون بشكل فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك مسافة كافية بين الأفراد مع عدم استحاب الأطفال وصغار السن عدم التجمع أو الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة لأكثر من خمسة أشخاص ومنع التجمعات بالمنتزهات والسواحل العامة الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء اللقاءات العائلية والاجتماعية ويشمل ذلك مناسبات الأفراح والعزاء وعلى أن تقتصر مراسم التشييع للجنائز على الأقارب الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي في صفوف الانتظار والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر في مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة ونقاط انتظار توصيل العمال من وإلى مواقع عملهم على سبيل المثال الاستفادة من أنظمة طلب الاحتياجات والمشتريات المنزلية عبر خدمات التوصيل إلى المنازل وتؤكد وزارة الداخلية على بذل كافة الجهود والإجراءات من أجل المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وأن هذا الأمر لا يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع في الالتزام بتلك التعليمات والإرشادات الصادرة بهذا الشان وأن الوزارة على ثقة تامة من تفهم المواطنين والمقيمين لتلك التدابير واستجابتهم لتلك الإرشادات والنصائح والتي ستسم بإذن الله في إنجاح جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا حفظ الله البحرين وشعبها من كل سوء ومكروه